استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي استقبل معالي بيرفكتو ياساي وزير الخارجية الفلبيني الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين من خلال تبادل زيارات رسمية بين المسؤولين في البلدين واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء على فحو نتائج الاجتماع المشترك الذي جرى بين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والضيف وشاد سموه بالدور البناء لأبناء الجالية الفلبينية في الدولة عبر المساهمة بنهضة البلاد العمرانية وغيرها من القطاعات حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب سعادة كونستان شود كرين فينغوز هفير جمهورية الفلبين لدى الدولة والوفد المرافقة